اشتركوا في القناة التي تعيشها المملكة تحت قيادتها الحكيمة والرشيدة التي نقلتها إلى آفاق التطور والمكانة والرفعة والعلى في تجسيد الحكمة السعودية لمواصلة المسيرة التنموية لما فيه رفعة وعزة المملكة قيادة وحكومة وشعبا فضلا عن مواقفها وإسهاماتها الأخوية الداعمة للأشقاء والأستقاء وأشاد بجهول ومساندة المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في إطار مواقفها الأخوية الأصيلة والمشرفة الثابتة إلى جانب الشعب اليمني استعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التأشيرية للعام 2022 والمقدم من وزارة المالية وتضمن المشروع الإطار المعاد من اللجنة الفنية لموازنات المشكلة من الوزرات والجهات ذات العلاقة لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركز والمحلي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقلية للدولة وناقشت اللجنة العليا للموازنات مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقا لما تم عرضه من وزارة المالية ومجمل الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة على المشروع ناقش المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك عدد من التقارير والمواضيع المدرجة على جدوى أعماله ومستوى تنفيذ قراراته السابقة والهدفة إلى معالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظة المحررة وأقرى المجلس منع أي تعاقدات أو شراء محطات توليد أو طاقة مشتراه جديدة تعمل بوقود الديزل كما اعتمد صيانة محطتي المنصورة وأرتسيلة والحرارية وكذا توفير الوقود الخام لتشغيل محطة الرئيس ب264 ميجا وتصريف الطاقة المنتجة خلال الصيف القادم نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قائد محور أبيان قائد اللواء 39 حماية رئاسياً لواء الرقن عبدالله الصبيحي الذي وفه الأجل بعد حياة حافلة من التضحية والنضال والعطاء في خدمة الوطن وقالت الوزارة في بيان لها إن الصبيحي كان أحد القادة الأوفياء الذين وهبوا حياتهم للوطن وأفنوا أعمارهم في الدفاع عن المكتسبات والثوابت الوطنية والذود عن شرف الجمهورية ومبادئ أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر وقد خلد سيرة عطرة وأسفار نادرة من الفداء والتضحية وكانت له وقفات عظيمة في معركة السعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير عدن ومحافظة أخرى من ميليشيا الحوث الإرهابية أشاد وزير الداخلية الواء الرقن إبراهيم حيدان بجهود أبناء محافظة حضر موت المبذول في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسكنة العامة في مختلف مديريات المحافظة وأكد الوزير حيدان خلال لقائه بمدينة سيئم الرئيس مرجعية قبائل حضر موت عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري إن حضر موت كانت وما تزال صمام أمان البلاد ناقلا تحيات فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية للمرجعيات القبالية وتقديره للدور الكبير الذي يقومون به من أجل مساندة الدولة واستقرار المنطقة انتهى الموجز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء